بسم الله والحمد لله والصلاة والسلامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نكمل إن شاء الله إرشاد زوال احتياجات الخاصة وأسرهم الفصل الأول وإن شاء الله بالنسبة لنا عندنا مفهوم إرشاد زوال احتياجات مفهوم إرشاد أسر زوال احتياجات الخاص طبعاً اهتمامنا في هذا المقرر بإرشاد زوال احتياجات الخاصة وأسرهم فإحنا عايزين نفهم مفهوم إرشاد أسر زوال احتياجات الخاصة يشير مفهوم الإرشاد النفسي لأباء الأطفال من زوال احتياجات الخاصة والسرطة إلى تلك العملية التي يستخدم خلالها المرشد خبرات ويبهي هنا المرشد احنا قلنا ان احنا عندنا مصطلحين لازم نعرفهم وهو المرشد والمسترشد المرشد هو من يكون بعملية الإرشاد المسترشد هو من يستقبل عملية الإرشاد طيب المرشد هي استخدم خبراته وكفاءته المهنية يستخدم خبراته وكفاءته المهنية في مساعدة آباء وإخوة الطفل على الوعي بالمشاعرهم نحوه وتفاهم حالته وتقبلها يعني الاساس في كل الموضوع انه هم يتقبلوا محالة هذا ايه؟ هذا الطفل وتقبلها طيب بعدين هننتقل إلى ما هي خدمات الإرشاد التي تقدم في مجال إرشاد زوال احتاجات الخاصة والسرطة عندنا خدمات إرشاد الفوض المعروض وكمان خدمات إرشاد أولياء الأمور عندنا خدمات إرشاد الفوض المعروض وخدمات إرشاد أولياء الأمور تركز خدمات إرشاد الفوض المعروض على الاحتياجات والاهتمامات والقضايا المتعلقة بمراحل النمو احنا هنهتم باحتياجاته واهتماماته وكمان القضايا المتعلقة بمراحل ايه نموه احنا كده يعني بنحاول ان احنا نجمع ونركز على اهم احتياجات واهتمامات هذا المعوق اولياء الامور بالنسبة لأولياء الامور تركز خدمات ارشاد اولياء الامور على تدريب الوالدين ومشاركتهم وتقديم الارشاد المتعلق باعادة التأهيل كمان تقديم الارشاد المتعلق طيب ما هو تدريب بقى وارشاد اولياء الامور كيف يتم هذا ان مفهوم خدمات ارشاد اولياء الامور يعني مساعدة اولياء الامور في فهم حاجات ابنائهم وتزودهم بمعلومات حول تطور طفلهم احنا بنساعد اولياء الامور انهم يفهموا حاجات ابنائهم وتزودهم بمعلومات حول تطور طفلهم ومساعدة اولياء الامور في اكتساب مهارات ضروري احنا نسعدي منهم يكتسبوا مهارات تسمح لهم بدعم تنفيذ خطة الطالب الفردي تدريبهم هيخليهم يكتسبوا مهارات المهارات ديت هتسمح بدعمهم دعم اولياء الاموم في تنفيذ خطة الطالب الفردي الخطة اللي احنا وضعناها لهذا الطفل الاولياء الاموم هيساعدون فيها وبكده تنجح بصورة ايه كبيرة وتتطلب الصعبات التي تفرض الاعق على اسرة تقديم الخدمات الامشادية طبعا الصعوبات الخاصة بالاعاقة يعني بتؤدي الى ايه الى هذه التدريبات والخدمات التي تقدم للقص اهدف الايرشاد النفس لزول احتاجات الخاصة تحقق التوافق يهدف الايرشاد النفس الى تحقق التوازن بين الفرد وامكاناته من جهة وبين بيئته من جهة اخرى لكي يتحقق هذا الهدف للافراد زول احتاجات الخاصة ولكي يتحقق ذلك لابد من تنمية قدرته قدرتهم على ايه على فهم الذات وتنمية مهاراتهم للتعامل الايجابي مع الضغوط النفسية والبيئية يبا هنا عشان انا حقق التوافق لازم يكون فيه توازن توازن بين الفرد وامكاناته من جهة وبين بيئته عشان كده لازم يفهم ذاته وننمي مهاراته للتعامل الايجابي مع الضغوط النفسية والبيئية التي تتحد بها والعمل على مساعدة اسرهم على تقبل الاعارة وكمان ان الاسر تتقبل الاعارة اهداف الارشاد النفسي لجول الاحتياجات الخاصة في توفير الدعم الاجتماعي والانفعالي لهم ولأسرهم تعليم وتثقيف الفرد واسراته من خلال البرامج التدربية الفردية والجماعية مساعدتهم في علاج المشاكل السلوكية والانفعالية لهذا الطفل او لهذا المعقر ومساعدتهم على التكيف الاجتماعي